ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر بدعم كريم ولا محدود انعكس على التطور الذي تشهده مختلف ميادين العمل الاعلامي ومنها تحديدا مجال العمل التلفزيوني والاخباري الذي واكب بفضل دعم وتوجيهات جلالته مختلف التطورات التي يشهدها حقل الاعلام ولا يسعنا اليوم الا ان نعرب عن اعتزازنا بالدور الذي يتولى علامنا الوطني في سبيل اظهار ما تحق على ارض الواقع من انجازات مباركة مقدرين كذلك مساعي منتسب وزارة شؤون الاعلام الذين لم يألوا جهدا في ايصال صورة البحرين المشرفة واعلاء اسمها ومكانتها في كافة الظروف العهد الزاهر لجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه شهد تناميا لدور الاعلام البحريني وانعكس هذا التنامي على التطورات التي شهدتها كافة ادارات وزارة الاعلام ولعل المشاهد لتلفزيون البحرين يرى مدى المجهود الذي يخرج في شكله النهائي على الشاشة ويكون خلف هذا المجهود فرق عمل تسعى بكل شغف لتنفيذ توجيهات وتوجهات جلالة الملك المعظم في المجال الاعلامي ويتمثل مجهود وزارة الاعلام ايضا في التواجد بمختلف الفعاليات والانشطة داخل وخارج مملكة البحرين تجسيدا لتطلعات الملكية في تعزيز رسالة الاعلام الوطني جناحي لمركز الاخبار تلفزيون البحرين سهير عصفور لتلفزيون البحرين بروكسل وبالعودة الى الماضي فان مملكة البحرين ليست جديدة على الممارسات الاعلامية والتلفزيونية تحديدا حيث افتتحت اول محطة تلفزيون ملونة في الخليج العربي انطلاقا من البحرين في عام الف وتسعمائة وثلاثة وسبعين كما سجل العام الف وتسعمائة وخمسة وسبعين البث الاول لتلفزيون البحرين الحكومي الرسمي لتبدأ رحلة الاعلامي والتلفزيون الرسمي للمملكة وخطوة بخطوة استمرت منظومة البث التلفزيوني في التطور الى ان وصلت الى ما هي عليه الان وبقيادة سموي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لفريق البحرين يتم مواصلة تطوير هذه المنظومة المستندة الى ارث تاريخي بحريني في المجال الاعلامي والتلفزيوني وبعد نصف قرن من بداية البث التلفزيوني في مملكة البحرين يسير مركب التلفزيوني البحريني لمواصلة البناء على الارث الاعلامي للمملكة جاعلا توجيهات جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه بوصلة للوصول الى الاهداف المنشودة وقيادة سموي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء خير داعم في الميدان